يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأيته يسجد لقبر فهل يطلق عليه بأنه مشرك أم لا بد من أن يقيم الحجة عليه وما المراد بإقامة الحجة إذا كان هذا الشخص الذي يسجد القبر منقطعا عن العالم الإسلامي لم يصل إليه قرآن ولا سنة فهذا يعتبر جاهلا يعلم ويبين له تقام عليه الحجة أما إذا كان يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن وربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات العشر أيضا ويسجد للقبر هذا ما لا عذر هذا ليس له عذر بلغه القرآن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نعم